السؤال الثاني في التفرقة كيف تفرق بين سبيكة من الحديد والخارسين ركز واخرى من النحاس والخارسين هقولك لو انت بسط على السبيكتين كده هتلاقي حديد وخارسين من العناصر المتقدمة في السلسلة يبقى كلاهما يتفاعل مع الاحماد طب بص على السبيكة التانية نحاس وخارسين النحاس عنصر من العناصر الايه الاقل نشاطا ايه لكن الخارسين نشط يبقى ممكن الخارسين يتفاعل والنحاس لا وهي دي فكرة الايه التفرقة هنقول ايه بقى يضاف الى كلا السبيكتين حمضة هيدروكلوريك او كابريتيك مخفف في حالة السبيكة اللي مكونة من الحديد والخارسين تزوب السبيكة كليا لان الفلسدين يتفاعلان مع الحامض يبقى لو دابة السبيكة دوابان كامل اذا السبيكة هي مين ف اي وخارسين لكن في حالة السبيكة النحاس والخارسين يتفاعل مين الخارسين مع مين ياولاد مع الحامض ويتبقى في لز النحاس مرة تانية في حالة السبيكة النحاس مع الخارسين يحدث تفاعل ويتبقى في لز النحاس الاحمر حيث يتفاعل في لز الخارسين مع الحمض بينما لا يتفاعل مع النحاس لانه تحت الهيدروجين في السلسلة القهروكيميائية بمعنى هذه السبيكة يحدث لها زوابان جزئي ويتبقى النحاس الاحمر يبقى السبيكة اللي هتدوب تماما هي سبيكة الحديد والخارسين اللي هتدوب دوابان جزئي ويتبقى جزئي لونه احمر من النحاس هي دي سبيكة النحاس مع الخارسين التفرقة اللي بعد كده كابريتات الحديد اتنين حديثة التحضير واخرى قديمة خلي بالكم يا سادزة كده الفكرة حديثة التحضير يعني لسه بيسموها ايه فريش يعني كابريتات حديد اتنين يعني حالة تأكسد الحديد فيها سنائي ولكن بمجرد انك انت تتركها بعض الوقت يتأكسد الحديد السنائي الى الحديد السلاسي يبقى معناها قديمة معناها كابريتات حديد تلاتة وليس كابريتات حديد اتنين فهنقول ايه بقى هنبدأ الاجابة يضاف الى كلا الملحين محلول سيوسيانات البوتاسيوم في حالة كابريتات الحديد اتنين الحديثة لا يحدث تغير اللوني وفي حالة كابريتات الحديد اتنين القديمة في الحالة دي هي مش كابريتات حديد اتنين فهي عبارة عن كابريتات الحديد تلاتة وذلك لأن الحديد 2 يتأكسد إلى الحديد 3 عندما يترك فترة وعلى ذلك فعند إضافة محلول سايوسيانات البوتاسيوم يتلون المحلول بلون ركز في اللون أحمر دموي وده خاص بأيون الحديد 3 مع السايوسيانات السؤال الرابع تكلم عن التحميص التحميص هو تسخين خامل حديد في درجات حرارة عالية جدا حيث يتم يتم رقم 1 إزالة الرطوبة رقم 2 أكسدت الشوائب وخلي بالك أهم الشوائب اللي موجودة هي مين في الحديد طبعا أو في خامل حديد الكابريد الكابريد مع الأكسوجين بالحرارة هيدي لك السؤوتو الفوسفور مع الأكسوجين هيدي لك بيتو أو خمسة اللي هو خامس أكسيد الفوسفور أيضا رقم 3 رفع نسبة الخام وركز في ديه من ضمن الخامات اللي موجودة مع الهيماطايت وإحنا بقول الهيماطايت لأن الخامة الوحيدة التي تدخل الأفران هي خامة الهيماطايت ممكن يبقى موجود شوائد كربونات حديد 2 طبعا دي بالتسخين على طول بتقه تنحل وتديني أكسيد حديد 2 وساني أكسيد الكربون أكسيد الحديد 2 يقابل الأكسوجين مرة تانية ويتحول إلى الهيماطايت اللي هو مين؟ أكسيد الحديد 3 يبقى هنا برفع نسبة الخام أيضا لو أنا عندي الليمونايت التو إف إي تو أسري معها 3 جزيئات من الماء لو أنا سخنت إلا هيحصل هيخرج جزيئات الماء ونحصل أيضا على الهيماطايت يبقى هنا فعلا برفع نسبة الخام وبزيل الرطوبة وبأكسيد الشوائب وهي دي التحميص وهام جدا سين 5 أذكر الاستلاح العلمي أو المفهوم العلمي طبعا الذي تدل عليه العبارات الأتية العنصر الذي يكون فيه أربتالات F أو D غير ممتلئة بالإلكترونات هتقول للعنصر الانتقالي عناصر يتم فيها امتلاء المستوى الفرعي 4F 4F عناصر اللنساندات خليط من عدة عناصر فلزية أو لا فلزية معايا كده للحصول على صفات جديدة مرغوبة اللي يا سبائك وإحنا قلنا الهدف من السبائك معايا أساسا كده هو تحسين الخواص الفيزيائية مادة بتبقى فيها ليونة ممكن نضيف لها عنصر تاني يتحول مثلا إلى مين إلى مادة شديدة تتصلابة لانتو قوم التآكل صفات زي كده النقطة اللي بعد كده تسخين خامل حديد من أجل إزالة الرطوبة وإزالة الشوائب وتحويله إلى صورة الأكسيد هتقوله بتحميس عملية المقصود بها تحويل خامل حديد ناعم إلى حجمه مناسب لعملية الإختزال التلبيد تجازب المادة مع المجال المغناطيسي هي الخاصية البارة مع المغناطيسية السبيكة التي تتكون بإدخال بعض زرات الفلز أو اللافلز إلى الشبكة البلورية لفلز آخر دي مين؟ السبيكة البينية السبيكة التي تتكون باستبدال في شبكته البلورية السبيكة الاستبدالية المادة التي تتنافر مع المجال المغناطيسي الخاصية الضاية مغناطسية طبعا او ممكن لما يقولك المادة هتقوله المادة ها الضاية مغناطسية رقم 10 العناصر التي يتوالى فيها امتلاء السري دي والتي يتوالى فيها امتلاء الفور دي والتي يتوالى فيها امتلاء الفايف دي عشان تقوله عناصر السلسلة الانتقالية الاولى وعناصر السلسلة الانتقالية الثانية وعناصر السلسلة الانتقالية الثالثة سين ستة قارن بين الفرن العالي وفرن ايه مدركس طبعا يا سادزة لما نيجي نقارن اوجه المقارنة الشحنة الشحنة في الفرن العالي مخلوط من خامل حديد اللي هو الهيمطايت وفحم الكوك اللي هو مصدر للعامل المختزل والحجر الجيري اللي هو كربونات الكالسيوم تمام في الناحية التانية فرن مدركس خامل حديد اللي هو اكسيد الحديد ثلاثة هو ده الخامة الوحيدة اللي انا بضفها الى فرن مدركس العامل المختزل في الفرن العالي سي او اللي ينتج من اكسادة فحم الكوك سي زائد او تو هيديلك سي او تو سي او تو زائد سي هيديلك اتنين سي او في فرن مدركس العامل المختزل هو خاليط من السي أو والإتش تو اللي احنا كنا بنسميهم في سنة أولى الغاز المائي ويتم تحطير المين بقى؟ العامل المختزل من الغاز الطبيعي مركزوا معايا في السؤال ده عشان ممكن يجيلك في الامتحان سؤال يقولك ما هو الضر الذي يلعبه الغاز الطبيعي في فرن ميدريكس وعشان كده يا أولاد فرن ميدريكس موجود في الدخيلة جنب المناطق التي تنتج الغاز نرجع لإجابتنا مرة تانية يبقى العامل المختزل من خلال مين؟ الغاز الايه؟ الطبيعي معايا يا سالزا جدا يبقى 2CH4 زائد CO2 زائد H2O في وجود محاولات حفزية بيديني CO والH2 حتى بنحفظها لولادنا وبنقول بنسبة 3 إلى 5 نوع الحديد الناتج وده كان سؤال مهم جدا في الامتحانات هو الحديد الغفي وهو عبارة عن 95% حديد وحوالي 4% كربون والباقي شوائب منين؟ من الفوسفور السيليكون الكابريت المانجانيس الناحية الثانية فرن ميدريكس الحديد الاسفنجي وهو عبارة عن الحديد ناقي معه نسبة من الشوائب الامامين فوسفور سيليكون كابريت مانجانيس واكيد طبعا عنصر الكربون التفاعلات بالنسبة للفرن العالي طبعا كلنا ايجلينها قبل كده سي زائد او تو هيديلك سي او تو سي او تو زائد سي هيديلك اتنين سي او اكسيد الحديد اه تلاتة اللي والهي مطايت يقابل السي او في درجة حرارة من متين وتلاتين لتلتمية ويديلك الا اكسيد الحديد المغناطيسي ويطلع سي او تو اكسيد الحديد المغناطيسي يقابل مرة تانية السي او في درجة حرارة من اربعمية لسبعمية ويديلك اكسيد الحديد اتنين ويطلع سي او تو أكسيد الحديد 2 يقابل CO في درجة حرارة أكبر من 700 ويديني الحديد ويخرج ثاني أكسيد الكربون طيب والخبس أعتقد أننا لسه إيلها أن كربونات الكالسيوم تنحل بالحرارة وتعطي أكسيد الكالسيوم وساني أكسيد الكربون أكسيد الكالسيوم كأكسيد قاعدي بيتفعل مع ثاني أكسيد السيليكون ويدينك سيليكات الكالسيوم ولو تفعل مع خامس أكسيد الفوسفور يدي لك فوسفات الكالسيوم ولو تفعل مع أكسيد الألمونيوم يدي لك ألومينات الكالسيوم مجموعة ثلاثة دول هما الخبس بالنسبة للتفاعلات الحادثة في فرن ميدريكس أن كل اتنين جزئ من الهيميطايت يقابل ثلاثة CO وثلاثة H2 بالحرارة يديني أربع زرات من الحديد وثلاثة CO2 وثلاثة H2 في ملحوظة هنا أنا حاطتها خاصة بالمحول الأكسوجيني على أساس أن أجمع الأفران الثلاثة في حتة واحدة بقولك في المحول الأكسوجيني الشحنة هو الحديد الغفل المنصهر وذلك لتوفير الطاقة الحديد الناتج هو الحديد الصلب العامل المؤكسد هو الأكسوجين خلي بالك من الملحوظة دي عشان يبقى في خلال المربع الصغير اللي احنا حطيناه ده جمعناه لك الفرن العالي وفرن ميدريكس ومرحوظة صغيرة عن المحول الأكسوجيني أكسوجيني